السؤال البعد كده بيقول ايه؟ السلام عليكم لو سمحت ايه رأي الدين في الزوج الظالم؟ انا زوجة تانية وعلى طول مأثر معايا في الاكل والشرب وكسرة النفس وعلى طول كتب وملوش وعود ايه اللي حاصل بقى؟ هو في كتير من الأحيين خليني بس اقول لكم ولذلك انا دايما بنصح الناس وهم رحين للجواز التاني انه يبقى عندهم حرص اكتر من انها تكون زوجة اولى ليه طيب انت بتكره الجواز التاني؟ لا 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 انا بس بتكلم دلوقتي في النصيح بلاش تحاول تاخد موقف من كلامي انا دلوقتي بقول اللي انا جايبه من جلسات الارشاد الزواجي ليه بقى؟ ليه تكونوا اكثر حرصا؟ قال لكم الحية كتير قوي بيبقى الجواز التاني انا قاسب في الفضل عليكم بس انا بنقلكم الواقع كتير بيبقى الجواز التاني رخيص رخيص في ايه؟ رخيص في مسألة البزل من اجله ومسألة وضعه في جزء من الخصوصية وكمان وضعه في الجانب الاجتماعي فيبقى مثلا فيما يتعلق بما اتكلفه من اجل الجواز التاني ده يبقى النفقات اقل بكتير من النفقات الجواز الاولاني طيب ليه؟ ما هو جواز تاني؟ لدرجة دايما فيه ناس كتيرا بيبقوا دايما بيسموا الجواز التاني ده جواز الاستثنائي وساعات بيبقى جواز ترانزيت انا عندي احتياج وعندي ازمة وساعات على فكرة الاتنين بيتجاوزوا عشان يعملوا كده هو انا كده بقول لا ما هو ممكن يتجاوزوا عشان عندهم احتياج لبعض ويعيشوا بدواء على فكرة ويبقوا كويسين لكن انا بتكلم على اكثر الحالات اللي انا شفتها فبيبقى جواز جواز ترانزيت يعني ايه جواز ترانزيت؟ هو واحد بتجاوز كده المدة ثم بعد ذلك ايه اللي حاصل؟ لما يزهق هيطلق هو ما بيقولش النفسه كده لكن هو بيبقى حاسس بكده حاسس ان هو عنده احتياج فعايز يتجاوز فيتجاوز وانا اسف يعني وبعض الناس بيستغلوا احتياج الزوجة التانية لحد اما حد يحتويها او حد يأمنها او حد ينفق عليها فنستغل ده فيحصل حالة من حالات الابتزاز العاطفي ان هي لانها هيئة محتاجة ده فتجاوزها ثم بعد ذلك اللي حاصل لما تقدي دورها في حياته تتحول زي طبيخ البيت بس نفسه تعافو مش مهتم بي فيجينا بقى السؤال ده ايه اللي هو السؤال ايه بقى؟ السؤال الظلم دايما انت وراح تتجاوز في الجواز التاني لازم تعرف ان انت عندك احتمالية الظلم وازم كالله سبحانه تعالى قال فين خوف تمنى لا تعديله فواحد فانت لو خايف ان انت ما تعدلش ما تراش تجاوز هتوقع في الظلم طب دلوقتي الشخص الظالم ده يعمل ايه؟ لو عايزان يكلم زوجك اتقل الله في زوجتك دي زوجة ليه حقوق وهتتحسب على فكرة فيه رجال كسيب من رجالة فاكرين ان هو يتحسب الحساب التام عن المسئولية وكلكم راعن وكلكم مسئولون عن رعيتي عن الزوجة الاولى ابدا كل واحدة انت متجاوز عنها مسئولة عنها مسئولة عن نفقتها مسئولة عن خطرها واعرف ان الزوجة انت مسئولة عن قلبها وكسرتك لقلبها ده ظلم فوق الظلم منعك لحقها في النفقة ده ظلم وكسرك بخطرها كمان ظلم فاتقوا الله في زوجاتكم وما ضايع عمش ترجمة نانسي قنقر